كل برنامج نبهكم لهذا الموضوع ولكن ثار عودتاني هذا الموضوع مؤخرا في المجتمع لأن القبض على واحد منصاب يمتاهين هذا القضية ما يدير منصاب؟ كل مرة يمشي المدينة يمشي يكري دار مزيانة لديه البطاقة للتعريف دياله لا يوجد مشكل يمشي يدير كونترا يدير العقد مع الناس الذين يكريمون عندهم عنده الوثائق قبل الذين يرى خدام المهم كل شي مزور يمشي يدير منصاب 3.000 درهم أو 4.000 درهم ممتازة يقلب على الموقع دار مزيانة لا يتم مشكلة يدخل ويسكن فيها يريح فيها 1-15 يوم يدير إعلان في الانترنت يدير أنونس دار للرهن في البلاسة الفولانية لا يعطي العنوان بالضبط ولكن يعطي الرقم للهاتف لماذا لا يعطي العنوان؟ لكي ربما أصحاب الدار اللي كارين ليه يقدروا يعطي التليفون دياله ويمشي يدخل الدار عند بعض السماسرية وماشي السماسرية القانونيين اللي بالمحلات ديالهم وفي الورق ديالهم هذه السماسرية ديال النمرة ديال التليفون كانت مجموعة الناس عنده نمرة ديال التليفون كانت تلقى السماسر ديال 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 الاراضي للبيع والشراء ديال الطنوبيلات ديال الطيارات اللي بغيت يبيع الكهوة ف يتصلوا به الناس على أساس أنه يريد أن يرهنوا ويجعل شيء تامان مغري ويجعل شيء تامان مغربي وأننا اخوة العقلية يجعل بدي الله ما يريد أن نرهن growth ونعطي الفرهم فالكدسيد كانت قدر 15 عشرين مليون في عامين متين ونرهن نرب في بعض الأحيان لا يوجد الكهوة ترهن بـ ١٥ مليون أو ٢٠ مليون مدة عامين أو ٢٠ سنين لا تتخلص الكراه، من الذي تتساله لمدة، ترجع لك فلوسك و ترجع داري كيف تتم العملية؟ عادة يتلاقوا هذا الجوج، يأتيوا و يشوفوا الدار و يمشيوا و يديروا وريقة هذه الوريقة فيها أنه فلان يرهل فلان دار الفلان الفلانية في الكثير من الأحيان، هذا النصاب لا يتذكر له أي شيء يقول لك أن يدخل ضرائب و المشاكين و لا يريد أن ندخله في صداع و يأتيك في صيف مالاك وهذا الشيء الذي كان يدير هذا الشخص فكير أن هذا الدار و يدير معادي كل الناس يقول لهم لا نخرج حوجاتي، أعطيني واحدة سيمانة لا يوجد مشكلة، أعطيك سيمانة و يأتي و يشوفوا الدار و تعجبهم و لا يوجد مشكلة و يسلموا الفلسات و لا جزء من الفلوس يأتي و يكملوا الفلوس كلهم وأكثر من ذلك لا يجب أن يتذكر له يجب أن يتذكر في صدر و يأتي منه فلوس الرهينة كاملة و لا جزء من الرهينة و يأتي معه وقتاً يأتي الذي يأتي الأول من هذا الشخص في النهار الذي يدير معه أنه سيخوي يسلموا الدار و يخوي و يمشي في حالاته يدخلوا الناس الذين ساكنون في الدار و لا يحتاجون مشكلة لا يدخلوا الدار الأصليين يسلموا الكرة و يصروا الشهر يتوصلوا بالكرة و يدقوا على الدار يخرجوا محسين و يقولوا السلام عليكم أنا لا ذكري يقولوا لا لم يكن يقولوا الدرجين إذا نخذوا فلوس التنامية كيف يدران اللي من الهجل؟ يقولوا لكم كيف يدرانك للدار؟ كيف يدرانك للدار؟ ويقبت دارنا و يحصلون ردنا و تحصل من مشاكل كبيرة وكذلك تنظروا الناس الذين قريبوا و لها الجزء و لها الجزء و كل شيء مظهور هذا اللي داخل الدار كيقول انا ما نخرج من الدار انا اخد فلوسي انا احط فلوس الرهينة مول الدار المالك كيقول يمتابع هذا اللي في الدار انه احتلال واحد الساكان بدون ساند قانوني وكتشبك القاضية شنه اول حل اولا هذا الموضوع ديال الرهين مشاهدي الكرام ومستمعي الاعزاء الرهين ره عنده فوصول دياله وبنود قانونية دياله اللي كتنظمه وما كيتم شاي ها قعب واحد الوريقة كاللي قال يزيوها في الجامعة ولا في المقاطعة كيتم عند موثيق عند نوت تير وراه كينوح المجموعة ديال الانواع ديال الرهن وما اللي تبغيو ترهنه اول حاجة الى كانت الامور قانونية ومشيتوا عند نوت تير اول حاجة كيطلب شهادة الميلكية ديال هذك الشخص بانه هو المالك الحقيقة ديال ديال الدار اللي غدت ترهن وكتكون شروط في الرهن بش حال غادي ترهن وعليش غا ترهن وإلا ما رجعتش في الوش رهينة في الوقت شنو غادي يوقاع وإلا رجعتين مقبل الوقت بغتي تسالي الرهن شنو كيوقع واحد المجموعة التفاصيل ولكن احنا للأسف دائما كنبغيو اسهلة بكنبغوش نخلصوا منوطير بكنبغوش نديروا ذلك شي قانوني مية في المية بش ما نخلصوش الدرائب كنبغوش نديروا جميع الوسائل بش نتحيلوا على القانون وفي كتير من الأحيان ها هي هذه كنجيبوها فراصنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر